سألت السؤال يتكرر علينا كثيرا في هذا البرنامج وهو التعاقد مع تابي وتمارى هل هو التعاقد صحيح أم لا سبق الكلام عن هذه المسألة في حلقات سابقة وذكر بأن هذه الشركات ونحوها من حيث التعاقد أو من حيث الهيكلة لا إشكال فيها ولكن الإشكال الوحيد عندهم هو في شرط غرامة التأخير حيث يشتريطون على المتمول عن طريقهم أنه إذا تأخر في سداد الدين المستحق عليه فإنه يدفى غرامة التأخير وهذه الغرامة لا يأخذونها وإنما يصرفونها في وجوه البر وهذه المسألة فرض غرامة التأخير على المدين وصرفه في وجوه البر ليس يأخذها الدائن إذا كان الدائن يأخذها فهذه حرام بالإجماع وهذا هو نظير ربال جاهلية أم أن تقضي وأم أن تربي لكن إذا كان الدائن لا يأخذ هذه الغرامة وإنما يصرفها في وجوه البر فهذه المسألة محل خلافا بين العلماء المعاصرين فالأكثر على المنى أكثر العلماء المعاصرين على المنى وهذا هو الذي قره المجمع الفقهي برابطه على الإسلام والقول الثاني أنها تجوز ما دام أنها ستصرف في وجوه البر لأن في هذا معالجة لمشكلة المماطلة وعدم السداد وهذا أخذت به المعايير الشرعية أيوفي هي مراجعة ومحاسة مؤسسات المالية الإسلامية أخذت بهذا الرأي على هذا تكون مسألة خلافية واجتهادية لكن الأقرب والله أعلم هو القول الأول هو القول بعدم الجواز هذا هو الأظهر لأن هذا المدين الواجب إن كان معسرا أنظاره وإن كان معسرا يلزم بغير أن يفرض عليه غرامة تأخير أما أن تفرض عليه غرامة تأخير ثم يقال تدفع في وجوه البر فهذا لا يستقيم فأظهر الله أعلم أن هذا لا يجوز فيبقى هذا التعاقد فيه شبهة في هذه الشبهة وإنما قلت شبهة ولم أقل فيه هذا الأمر المحرم لأن المسألة اجتهادية وخلافية فيبقى هذا الأمر فيه شبهة لكن من ضمن من العملاء من يريد يتعامل مع هذه الشركات مثل تابي وتمارى ونحوها ضمن أنه سيسدد من غير أن يدفع غرامة تأخير فلا بأس لو أنه مثلا عنده وضع آلية بحيث مثلا له دخل شهري وضمن التسديد خلال هذه الفترة خلال فترة المقررة من غير أن يلجأ لدفع غرامة التأخير فلا بأس لأنه لن يقع في هذا الأمر المشتبه أو المحرم لن يقع فيه وإنما سيقصط عليه هذا المبلغ من غير أن يفرض عليه غرامة لكن لا بد من أن يكون ضامنا لا بد من أن يكون ضامنا للسداد من غير أن يدفع غرامة التأخير فلكن إذا كان لا يضمن وأنه ربما يدفع غرامة التأخير فالأقرب الله وعلم أن هذا لا يجوز هي أشارت إلى أنها هي ووالدتها وأختها هم معترضون على هذه التعامل لأنهم في مؤسسة عائلية والبقية يؤيدون ذلك في مثل هذه الحالة ما الواجب أو ما المطلوب من هؤلاء هل نقول أنهم بحكم اعتراضهم ما يأخذون مثلا من جزء من الأرباح ويتخلصون منها أو ما ذا يفعلون يبقى الأمر فيه شبهة والأولى أن يدعو مثل هذا التعامل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تقى الشبهات فقد استبرأ للدين وعرضه خاصة أن الشبهة هي متعلقة بالربع والربع أمره شديد ولذلك فإذا كان بعض أفراد العائلة معترضا فما يحصل له من أرباح من هذه العمليات يتصدق بما تجود به نفسه منها شكرا